لسه معنا النجم الجميل جدا منوارنا احمد الشامي وقبل الفاصل بقى قلتلك عايز اسألك عن حاجة ليه علاقة بالمخرج الجامل طبعا مجدي الهواري انا بلاحز ان مجدي يحب يبقى معاه وجوه جديدة كتير ده اكيد بيعمل برضو عليكم وكلكم صناعا لعمل حتة مسئولية كده فكرة وجود بقى بذات الولاد الصغيرين لسنهم صغير طبعا حتة مسئولية هما لست طبعا بيتخبطوا في بعض الاوقات بيعملوا حاجات طبعا تبقى حلوة جدا احيانا بيبقوا محتاجين مساندة منكم الدنيا كتنمشي ازاي بقى في الموضوع والله هما بصراحة كل السنة دي في المسلسل في دايما عامر الاستاذ مجدي هواري اختارهم كلهم تقريبا يعني ما فيش فرق ما بينهم وبين الاجيال لان المسلسل كانوا اخد اجيال كتير قوي طبعا 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 عبد الله يعني استاذ محمد محمود و بعد كده استاذ مصفى الشعابان وسروت بقى وانا وكان معافي فيه مرنا يعني فكان المسلسل والشباب بقى اللي اصغر مننا اللي هما كانوا بطالبعوا وكده وهم بيدرسوا في فنون مسرحية وفي بعضهم عمل اعمال قبل كده صغيرة وبعد كده الادوار بقى كبرت فهم ما شاء الله يعني شاطرين جدا ودرسين وتحسينو هما دخلو في منهم اول مرة يعملوا مسلسلات بس هم دخلوا جوا المنظومة يعني خلاص عارفوا امتى يبهم يتحضريني ذكروا ازاي يعملوا ايه قبل الشوت والحاجات دا كلها والميزة دايما في الشغلانة بتاعتنا دي ان انت طول الوقت بتتعلمي اكي اه يعني ما فيش حاجة اسمها خلاص دا سقف الكارير في الشغلانة دي كل يوم فيه كاركتر جديد فيه حاجات جديدة فيه اجهزة جديدة الكاميرات جديدة فطول الوقت لازم التعلمي من الحاجات دي زي ما انت لسه بتقولي انتو اجيال في المسلسل دا بالذات اه اجيال فيه فروق جمدة جدا في السن مبين صعب يعني كل الاعمار موجود اه وكل الاجيال اللي جات تعدت علينا في التمسيط لقريبا موجود بالزبط فكرة انك تعمل هارموني ما بين كل الناس دي مع بعض اه حسبة صعب على اي مخرج وعلى اي مؤلف وعلى اي لوكيشن انه يتم دارته بالولاد الصغراني للاشقاء قوي جيه للوسط اللي سن صغير اللي يعني عندنا خفصين في الماطقة اه جيه لبقى الكبير الراسي اللي عايزة دو كانت الدنيا عاملة ازاي عايزة اقول لك ان ان انت ما كنتش يعني لو مش عارفة في روقات السن ما كنتش هتفرقي ما بين الصغير والكبير حالو خالص لان هو فعلا زي ما قلتلك في اول الحلقة ان الكواليس كانت من اهل كواليس وكل الناس كانت بتشتغل وهي مبسوطة ومبسوطين وما كانش فيه المشاكل بقى اصلا انا دوري مش عارف ايه طب انا عايز المشهد ده مش عارف ايه طب مين عنده ايه وانا ما عنديش ما كانش فيه الحاجات دي خالص خالص يعني كل الناس كنا طول الوقت قاعدين مع بعض يعني برا يعني واحنا ما عندناش شغل احنا قاعدين مع بعض كلنا فبصراحة لو كنت جيتي اللوكيشن ما كنتش هتفرقي ما بين النجمة الكبيرة البلبة او مثلا منار اللي كانت اصادي في المسلسل اللي هي لسه اول مرة غير النجمة الكبيرة المستفر شعباء يعني كل الناس كانت حاسة ان هي عائلة واحدة يعني في المسلسل